طيب دعنا نختم الجولة من المجهر ومنها نقرأ المكتب القيادي للوطني وناقش غدا أداء الحزب والحكومة حيث يعقد المكتب القيادي للمؤتمر الوطني غدا الأربعاء اجتماعا مهما حول التطورات السياسية والاقتصادية بالبلاد ولم تستبعد مصادر خلال حديثها مع المجهر أن يتطرق الاجتماع المتوقع الذي يترأسه رئيس الحزب رئيس الجمهورية المشير عمر البشير لأداء الجهاز التنفيذي بالحزب استعدادا للمرحلة القادمة وترأس نائبه رئيس المؤتمر الوطني إبراهيم محمود أمس الاثنين اجتماعا مهيئة شور الحزب لبحث سبل التنسيق بين هياكل الحزب ومكوناته تدخلت كثير من التسريبات التي حملتها الصحف أشارت إلى تعديلات مرتقبة في الجهاز التنفيذي في الحكومة بذات قطاعات المؤتمر الوطني هل تتوقع تغييرات خلال المرحلة المقبلة؟ والله استعب التكهن ما متوفر معلومات إذا كان فيه تغييرات في الجهاز التنفيذي أو لا وأنا ما قاعد أعول لدري كبيرة على الأفراد يعني أنه إذا مشى شخص فلان في المنصب الوزاري أو رجع لأنه تتكلم عن دولة تتكلم عن مؤسسات بتصنع الغرار متضع الخطط والسياسات وبالتالي دور الفرد مهما كان هو بيكون ما في مغارن بينه بين دور المؤسسة على الأصل أنت تعمل تغوية المؤسسة وتحاسب المعنيين بإدارة المؤسسات بتنفيذه للسياسات السياسات تعتاد الدولة الاستراتيجية أو سياسات البضاعة للحزم دائما أنت بتنظر أنت تغيم تغيم إذا كانت السياسات الوضع سليمة أو لا سليمة في المغامة الأول بعد كده بتنظر لأداء المؤسسات والأفراد في تنفيذ السياسات الحكومية على الأرض فالشغل الأول أن تغوي المؤسسات تتابع تنفيذ السياسات لكن لا بد أن تغيم السياسات في المغامة الأول هل السياسات الاقتصادية كانت سليمة أو لا سليمة بعد كده بتغيم أداء التنفيذ طيب التحدي الاقتصادي هو أكبر مشكلة تواجه الحكومة أو الحزب معا يعني ما هي الخيارات التي يمكن أن تلجأ عليها الحكومة والحزب لحل هذه الضايقة الاقتصادية طبعا إذا حاول الموضف نفس السياسات الغديمة ونفس الأفراد بيكون ما عملتها جديد إنت محتاج لسياسات اقتصادية جديدة طريقة تفكير جديدة خارج الصندوق وتحتاج مداما أنت تتكلم عن سياسات جديدة وخطط جديدة لابد تكون في شخصيات جديدة تغوض السياسات الجديدة لأنه ما ممكن تغوض بنفس الأفراد يعني إذا كان في سياسات جديدة مفروض دائر أفكار جديدة دائر مدارج جديدة دائر مناهج جديدة والاقتصاد مرتبط بالسياسة محتاج أنت نعنى الحلول السياسية نعنى الاستغرار السياسي إنهاء الصراعات المسلحة في البلد إنهاء حالة الاستقطاب السياسي بين الحكومة والمعارضة دائر امفتاح سياسي واقتصادي يعمل نوع من التهدية والاستغرار على المدى الاقتصادي على الوضع الاقتصادي برضو الاقتصادي أنت محتاج لمراجعة سياساتك بشكل كامل ومحتاج لمراجعة أداء المؤسسات والمؤسسات والمضي في أنه تغيير الأشخاص بصورة سريعة أو في مايو الماضي كان في الحكومة الجديدة مفردت دائر فرصة أكبر لكن تحكيمها بالسياسات الكلية هم مدى تنفيذ لها ما يكون الارتكام بأنه يحمل المسؤولية لأشخاص بتخليق حالة بتغيير مستمر لكن تحاكم الأفراد زي ما قلت لك بناء على السياسات والأداء التنفيذي بشكل كامل إذا كان للحزب الحاكم أو للحكومة في مستوى الجهاز التنفيذي برضو أنت مفرد تنظر مش فقط للوزراء لا قدرة الخدمة المدنية والجهاز الإداري للدولة في تنفيذ السياسات ممكن يكون الناس يجبتون على غمة الهرم الوزاري المشكلة ما فيه لكن مشكلة في غدرة الخدمة المدنية في تنفيذ هذه السياسات يعني النظر لازم يكون بأبعاد سياسية والأبعاد الاقتصادية وبعاد المؤسسات حتى بعد كده يأتي أداء الأفراد كان هذا آخر معضيع الحلقة اليوم في فقرتنا التحليلية شكرا لك الأساس خالد عبد العزيز شكرا لك وشكرا للمشاهدين ونتمنى أن نجي في حل غاد غادم يكون أوضاع الاقتصادية في البلد بصورة أفضل لما نحن فيه حاليا أنا أيضا أتمنى ذلك شكرا للمشاهدين تفاعل دائما إن شاء الله فاصل قصير وأبرز مجاب في الأخبار العالمية والإقليمية موسيقى 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 موسيقى